هناك الآن نلاحظ أن الدعاة والمرشدين ومن يتصدى لدعوة الناس أحيانا تقف أمامهم عوائق أبرز هذه العوائق ولذلك تجدون أحيانا هم يتكاسلون أو ربما ينصرفون على الدعاة بسبب أنه ما نرى قابلية عند الناس هل في عوائق؟ العوائق من بعض الدعاة أنفسهم كيف؟ قد يكون إنسان تسنم الدعاة وهو ليس أهلا لها تهمتني لأن تعرف أنت في أوروبا المدارس الكهنوت التي تولى خرجوها نشر الفكر الديني عندهم هذه دراسة جامعية وشغل واختبارات قبول واختبارات شخصية وشغل العملية لا يمفلوطة هكذا فنحن الدعوة مفتوحة هذا يريد إمام في جامعة حطة هذا يريد خطيب حطة هذا كذا قد يكون هو لا يصلح فأمتني وله قد يركب كلمتين على بعض هل تقصد أنه مفترض يصير في برنامج معين ما يدخل أحد في هذا المجال لحتى يكون مؤهل كلية جامعة يفترض أن يكون كلية جامعة تخرج ناس طب في كليات شرعية ما يدخلون إلى هذا الجانب إلا بناء على فحص ودراسة من الأساتذة المتخصصين تعامتني؟ أيوة يعني كليات اللهوت معروفة المنصرين ما هم جاي من الشارع يختار بدقة بدقة بعناية يصبر يعني لكن الأمور نحن عندنا ليست هكذا ليست هكذا أنا أبغى أدخل الدعوة أدخل ده هذا الموقع وأقل التقديرات عندنا في الجامعة وأضعفها هي تقديرات من يدخل لكلية الدعوة أبا شو تشوف أنت فهمتني؟ يعني المفروض نحن يدخل عندنا كلية الدعوة نوزنة ونفهمها فهمتني؟ ها؟ ونفحصها هل هو مؤهل للدعوة ولا لا؟ واشتغز مواحل من أي نواحي يعني؟ نعم ما هي نواحي التأهيل؟ الميزان الشخصي الميزان النفسي الميزان المعرفي كيف نظرته؟ كيف أموره؟ هل هو نقم على المجتمع؟ هل هو عنده ردة فعل؟ هل هو إنسان جاء بس بيتكسب ويعيش؟ هل 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 إلى أخير؟ هذه لا تأثير وصدد في قضي ذات توجه للناس وتكلمنا لكن لما كان عندنا في الكلية القبول عندنا من المقابلة الشخصية كان أفرزتنا يعني نماذج طيبة نماذج طيبة